زهرت الفنانة رندا البحيري في أحد البرامج مؤخرا بعد اختفاء استمر الفترة طويلة وأصارت رندا البحيري الجدل بتصريحاتها في البرنامج فكشفت رندا أنها تتعرض للطهاد واستبعاد متعمد في مجال الفن والتمثيل من أحد الأشخاص وده مش دلوقتي بس لكن الموضوع مستمر معاها من 13 سنة وتحرمت من أدوار تمثيلية كتير جدا بسببه فذكرت أن الشخص ده ظهر شركة إنتاج لمدة 3 أيام متواصلة علشان يمنعها من المشاركة في أحد المسلسلات وقالت أنه عنده قدرة رهيبة على الإقناع وبيحاول بكل الطرق أن يبعدها عن الفن علشان ما تلاقيش مصدر تاني للدخل والمفاجأة أن الشخص ده يبقى طالقها وولد ابنها وهو كمان أعلامي شهير وقالت أن الأعمال اللي شاركت فيها بالفعل زي مسلسل كوفيد 25 مع الفنان يوسف الشريف شاركت فيها بالرغم من محاولاته لإبعادها وعملت تنازلات كتيرة علشان تتغلب على محاولاته دي من بين التنازلات كان التنازل عن نسبة كبيرة جدا من أجرها وكمان عدم وضع شروط بترتيب اسمها على تترات العمل ودخلت رانداف نوبة بكاء طويلة خلال اللقاء لأنها تأخرت في الدفاع عن نفسها خصوصا أن الموضوع سبب لها تعب نفسي وجسدي الفترة اللي فاتت وقالت أن ربنا عوضها بعيدا عن مجال الفن لأنها شريكة دلوقتي في سلسل مطاعم وأن طالقها عرض على شركائها برضو أرقام كبيرة علشان يبقى شريك بدلها بس ربنا سطر وشركائها رفضوا كمان قالت أنها لسه بتحاول تشتغل في الفن برغم أنها مش محتاجة الفلوس لكن علشان هي حاسة بالقاهر من كل محاولات التهميش والإبعاد وبرغم انفصلها عن طالقها من 13 سنة بعد زوايج سنة واحدة بس أنجبت فيها ابنها الوحيد ياسين اللي أن المضايقات مستمرة لحد دلوقتي وطالقها دا يبقى سعيد جميل ضابط شرطة سابقا وإعلامي حاليا وبيقدم برنامج شهير اسمه حلم سعيد اتجوز رندا في 2009 والمشاكل بينهم ظهرت بسرعة لدرجة أن الانفصال تم بعد شهر واحد بس من الجواز بس الطلاق الرسمي تم بعد سنة ومن وقتها وهي تعقدت وما تجوزتش لحد دلوقتي وظهرت رندا في البرنامج بوزن زائد بسبب الحالة النفسية السيئة اللي مرت بيها علشان كده علق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالتها الأخيرة لأنها ظهرت بشكل مختلف عن المعتاد ما تنسوش الاشتراك علشان نتابع الجديد مع بعض